هل عباية الراجل ممكن تحميكي من الفكر الغلط اللي موجود في المجتمع؟ ما قدرتش تحميها هي حاولت يعني الفكرة ان انا قلبس توب الرجال عشان اقدر انزل واشتغل واخد واكل لقمة عيشي بدراعي ما قدرتش تحميها المجتمع ما سابهاش المجتمع الزكوري ما سابهاش تعرضت للتحرش تعرضت لانه ليه تشتغلي مع انه انا بشوف انه ده مش صح يعني دي نماذج انا بشوف ان احنا لازم نكرمها ولازم نحترمها الست اللي ما وفقتش انها تمدي ادها ونزلت تشتغل عشان تأكل ولادها او تأكل زويها لا كمان المجتمع رفضه وكمان المجتمع بيحاكمها ويحكم عليها يعني احنا قابلنا الناس دي يا بوسي فواحدة بسألها بقولها تعرضتي ازاي لانه حد يضيقك في الشغل قلتلي كانوا بيدوني ارداراتها بتاعت كهربا اللي هي بتاعت بالشونيور وحاجات كده يدوني اردارات اروح اصلح كهربا راجل يكلمني على انه ست اروح الاقيه راجل عشان يتحرش بي فانا بشوف ان ده ظلم للمجتمع اكيد ظلم للمجتمع يعني